أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها خلال عامي 2023-2024 يبلغ 8877 وحدة سكنية كما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جميع المحافظات الأربع ستستفيد من المشاريع الإسكانية الجديدة وسيتم تميلها من قبل بنك الإسكان ومشروع الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجي تماشياً مع الخطة الممنهجة نحو زيادة عدد الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنشاء 8877 وحدة سكنية خلال عامي 2023-2024 سيتم تمويلها من قبل مشروع الميزانية العامة للدولة ومن برنامج التنمية الخليجي وسيستفيد المواطنون من هذه الوحدات السكنية الجديدة في جميع محافظات مملكة البحرين في إطار تفاصيل المشاريع الإسكانية ومصروفاتها قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن بنك الإسكان الذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة يساهم في دعم التمويلات الإسكانية المطروحة مؤخراً وذلك بميزانية تقدر بأكثر من 160 مليون دينار للعامين 2023-2024 وذكرت الوزارة أن الميزانية العامة للدولة خصصت للعامين 2023-2024 ميزانية سيتم صرفها على الإنشاءات والبنية التحتية والاستشارات الإنشائية إلى جانب مصاريف المشاريع والصيانة كما تم تخصيص ميزانية لصالح برامج مزايا بلغت مليون ومئتي ألف دينار لدعم علاوة السكن وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فكرة برنامج مزايا تقوم على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله بقيمة تصل إلى 90 ألف دينار بحريني على أن تقوم الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القصط الشهري ترجمة نانسي قنقر